خدمة يسوع المسيح احنا تكلمنا انه يسوع كان بالنسبة له معموديته في نهر الاردن كانت تتشين وتكريس واعلان لبداية الخدمة العلنية راح تجرب في البرية لمدة 40 يوم وانتصر على الشيطان رجع الى مسقط رأسه الى مدينة الناصرة وهناك كان بيخدم وكعادته لما دخل المجمع دفع الى سفر اشعياء وابتدأ يقرأ من سفر اشعياء او مخطوطة اشعياء نبوة اللي بتتكلم عنه شخصيا هذه النبوة تقول روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين وايضا يقول لاشفي المنكسر القلب ويطوى السفر وبعدين اتكلم لليهود في المجمع اليوم تم هذا المكتوب في مسامعكم طبعا كان في ثورة ضد يسوع المسيح ارادوا ان يطرحوا من السفح من الجبل اللي كانت المدينة موجودة عليه جاز يسوع المسيح وجاء الى كفر نحوم ايضا الكتاب يتكلم ولما اسلم يحنى ترك يسوع الناصرة منطقة هيرودوس انتيباس الى كفر نحوم الى هذه المنطقة لاختار كفر نحوم عدة اسباب كانت مسرح الاحداث معظم القرى والمدن كانت مبنية في المقاطعة او في المنطقة الشمالية لبحيرة طبرية من هذا المكان كان بمر الطريق الرئيسي فيا مارس طريق البحر اللي بيربط بين ارض ما بين النهرين ومع مصر مرا من هذا المكان ثم كانت تحت حكم فليبوس اللي هو اخوه لانتيباس وطبعا نوعا ما كانت الفترة في تلك الايام مسالمة في هذه المنطقة ثم مش بس ترك لانه رفضوا في الناصرة جاء هنا لتتميم النبوات التي تقول ارض زبلون وارد نفتالي الذين في ظلال الموت اشرق عليهم نور فالمسيح كان يتحرك باعلانات نبوية وكان بيتحرك بطريقة استراتيجية وكان موجود في هذا المكان فيه مجمع فيه طريقة رئيسة فيه قائد مئة وكتيبة فيه مكان لجبي الضرايب اللي منهم كان متى بيجمع الضرايب ودعاه حتى يكون تلميذ لإله كفر نحوم تعتبر وطن المسيح التاني وتعتبر مسرح لخدمة الرب يسوع المسيح يقول الكتاب المقدس عن يسوع كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت وكان يخرج الأرواح الشريرة النجسة وكان بيصنع خير في كل مكان هذه كانت بشكل مختصر خدمة يسوع في هذه المنطقة نحن نعرف أنه لما رجع من الأردن كان ممتلئ من الروح القدس فإذن كانت خدمة المسيح يعني بقوة الروح القدس وبقيادة الروح القدس كان تعليم يسوع كما يقول كتاب كلامي روح وحياة كان بيتكلم بسلطان كان بيتكلم بكلمات النعمة خدمة يسوع أحبائي بكل بساطة مكتوب عنه أنه جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك مكتوب عن يسوع جاء ليعطي حياة وحياة أفضل جاء ابن الله ليدمر أعمال الشيطان جاء المسيح ليسترد المسلوب جاء المسيح ليشهد للحق جاء المسيح ليتمم مشيئة الآب جاء المسيح ليفتح عيون العمي ويطرق الأسرى أحرار وفعلا تكون تعويض في حياة الناس المعجزة الأولى ابتدأت في قانا الجليل حيث حول الماء إلى خمر مكتوب في آية 11 في يحنة 2 هذه بداية الآيات قد فعلها يسوع في قانا الجليل حين أظهر مجده وآمن به تلاميذه يسوع كانت خدمته طبعا آية كانت معجزة اللي هي علامة أنه التلاميذ شافوا هذا الشخص الخارق وفعلا أظهر مجده وآمن بالتلاميذ ثم مسحة المسيح كانت مسحة إلهية روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين كان يعني مميز مخصص لهذه الخدمة مكتوب عنه في إشعية إصحاح 11 يحل عليه روح الرب يقول كتاب في أعمال عشرة يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسحه الله بالروح القدس الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلة عليهم إبليس لأن الله كان معه فالمسيح كان بيخدم في هذه المنطقة وخدمته عبارة عن الخلاص بإعطاء الحياة تدمير مملكة الشيطان استرداد المسلوب والتعويض يشهد للحق أمام كل الضلال وتزييف وجاء ليتمم مشيئة الآب تعليم يسوع أو خدمة يسوع المسيح أحبائي هي عبارة عن خمس خدمات باختصار كان يعلم في المجامع مثل مجمع كفر نحوم كان يكرز ببشارة الإنجيل يعني الأخبار الصارة كان يشفي كل أنواع المرضى ثم كان يخرج الأرواح الشريرة النجسة وكان بيقوم بأعمال الخير الأعمال الخيرية هذه كانت خدمة يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر